بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة ما عندكم ما رح ينتخسروا العكس رح ينتستفادوا معلومات كثيرة ورح توصلكم المعلومات في الوقت هذا الفيديو رح نعطيكم برنامج النقلات الرحلة البحرية بين إسبانيا والجزائر يعني أريكونتي ووهران ووهران أريكونتي رح نشوفوا كذلك معلومات أخرى إخواني أخباتي تتمثل في في خطوات الاستفادة من إعانة الأطفال بألمانيا خاوتنا اللي في ألمانيا سمحون نرى ننسيناك مشوية هاني رجعنا لكم بالمعلومات اللي تفيدكم ورح نشوفوا سعر الأورو في السوق السوداء ليوم الأحد تبعوا معايا إلى آخر الفيديو باش ما ترغطيوش حتى معلومة نبدو الفيديو باللقطة الأولى وهي الخطوات للاستفادة من إعانة الطفل بألمانيا وتتمثل في ثلاث خطوات تمنح ألمانيا الحق للعائلة للاستفادة من إعانة الأطفال وتفرض شروط معينة لذلك قد يسعب الأمر على طالبي هذه الإعانة فيما يلي أهم الخطوات التي تسهل عليك الحصول على هذه الإعانة لطفلك بدون عانا يعني هنعطيكم الطريقة السهلة إذا كنت ترغب في هذه الاستفادة من الإعانة الموجهة للأطفال في ألمانيا يجب عليك تقديم طالب للحصول على إعانة الطفل كتابي إلى مكتب استحقاقات الأسرة المسؤول عن مكان إقامتك يمكنك أن تعرف مكتب إعانات الأسرة التابع لإقامتك الذي تحتاج إلى الكتابة إليه الخطوة الأولى عليك في البداية ملأ طالب إعانة الطفل عبر الأنترنت بعد إجابتك على عدة أسئلة الواردة في نموذج الطالب سيتم إرسال بياناتك في شكل مشفر إلى مكتب مزايا الأسرة يتم إبلاغك على الفور بالمعلومات غير الكاملة أو غير الصحيحة والأدلة المفقودة حيث يتميز الإجراء عبر الأنترنت بأنه يتم بشكل سريع جدا هذا يقلل من جهود المعالجة اللاحقة الخطوة الثانية أرسلت طلبك وأكدت معلوماتك يمكنك بعد ذلك طباعة النموذج وتوقيعه يعني تطبعوا وتوقعوا بدلا من ذلك تحل شهادة الإستير مع حل توقيعك ثم يمكنك إرسال الطلب رقميا الشهادة متاحة على بوابة www الخطوة الثالثة وهي الخطوة الآخيرة إرسال الطالب المطبوع إلى مكتب الاستحقاقات الأسرة قم الآن بإرسال النموذج المطبوع والموقع إلى مكتب استحقاقات الأسرة ذي الصلة عن طريق البريد أو الفاكس وإذا كانت تستخدم شهادة أستير فيمكنك إرسال النموذج مباشرة عبر الأنترنت يعني تقدر تبعثوا عبر الأنترنت ولت تنبريمي وتبعثوا في البريد العادي يمكن أيضا للموظفين في القطاع العام التقدم كتابيا إلى مكتب التعويضات للحصول على منحة الطفل نعطيك معلومات هامة فيما يخص هذا الموضوع يمكنك أيضا تقديم طلب الحصول على إعانة طفلك من خلال إرسال طلب في شكل بريد إلكتروني إلى مكتب الاستحقاقات الأسرة المسؤول ويشترط أن يحتوي البريد الإلكتروني على جميع المعلومات المطلوبة للموافقة تشير رابط الدفعي الضرائب إلى حكم ممثل صادر عن محكمة رايلاند بالبلاتينال المالية لذلك النموذج ليس ضروريا تماما إذا كنت تريد أن تكون في الجانب الآمن فمن الأفضل من النموذج هذه هي بالنسبة للمعلومات يعني الثلاثة والنقاط الثلاثة بيش تعمر هذا الفوميلار داعك وتبعثه وتتحصل على هذه المنحة ولا هذه الإعانة ولا المساعدة للأطفال رحوا الآن لجالية الجزائرية كذلك الموجودة في إسبانيا وهذا المرة رح نعطيكم برنامج الرحلات البحرية بين أريكانت ووهران إلى الشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر و جنبير رحيني يكونوا رحلتين في الأسبوع نبدو بأكتوبر إخواني أخواتي رح تكون الرحلة الأولى تكون مع طارق بن زياد الرحلة الأولى تكون مردي 4 أكتوبر الرحلة الثانية 7 أكتوبر 19h كذلك الرحلة الثالثة مردي 11، vendردي 14، مردي 18، vendردي 21 و مردي 25 و vendردي 28 هذه بالنسبة لأكتوبر يعني نفس البخيرة و نفس الساعة و الوصول رح يكون على الثامنة صباحا من كل رحلة أخواتي لندما يعني رح يكون على الثامنة صباحا رحلة الرجوع رح نعطيها الكامتالي كذلك مع طارق بن زياد رح تكون لندي 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 لتخوة جودي لسيس لندي لديس جودي لتريز لندي لديس ست جودي لفن لندي 24 جودي لفنسات يعني هذه من وهران إلى الاليكونت و نفس الشيء إخواني أخواتي بالنسبة للأشهر الأخرى يعني مش رحين تتبدل مش رحين يتبدلوا الرحلات والأيام رح يكونوا رحلتين في الأسبوع إلا في شهر جنوبي رحين يكونوا تسع رحلات رح يكون رحين يزيدوا رحلة كذلك بس ك جنوبي تعرفوا في 31 ديسمبر 31 في الشهر يعني في 31 يوم رح يكونوا تسع رحلات في الشهر هذه بالنسبة للرحلات البحرية ذلك نحطها لكم هنا سيغلكران تشوفوها نروح للمعلومة الثانية وهي سعر الأورو ليوم الأحد حيث بلاغت أسعار الأورو مقابل الدينار الجزائرية اليوم الأحد في الأسباق السعوداء بالجزائر العاصمة عند 121 دينار جزائري للشراء و213 دينار جزائري للبيع ومن جهتها تراجعة العملة الأمريكية في السوق السعوداء عند 212 دينار جزائري للشراء و214 دينار جزائري للبيع أما الدولار الكندي فقد وصل اليوم إلى 157 دينار جزائري على سعر الشراء و160 دينار جزائري لسعر البيع الروح للعملة البريطانية على مستوى السوق السوداء حيث لا تزال الورق النقادية 100 جنيه تساوي 245 دينار على سعر الشراء و241 دينار على سعر البيع فالا إخواني أخابتي هذه هي السعر الدينار في السوق السوداء أما في البنوك فحسب الإحصائية اليوم الأحد قبل بنك الجزائر فقد بلغت العملة الموجودة للاتحاد الأوروبي 148.40 دينار جزائيا للشراء و148.43 للبيع الدولار الأمريكي 145.73 للشراء و145.74 للبيع من جهتها بلغت العملة الكندية 113.24 دينار للشراء و113.29 دينار للبيع فالا إخواني أخابتي هذه هي المعلومة الحبيت مفتاجيها معكم يوم الأحد إن شاء الله تكونوا استفدتم منها فتاجيها مع حبابكم وصحابكم باش تعمل فائدة وما تنسوا تخليوا لي تعليقات يعني تعليقات بناءة نقول لكم تقاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة